رحمة الله وبركاته تعالوا نشوف حفيظ دراجي يتكلم عن نهاية كأس الكون فيدرالية ويتكلم عن الحضور الجماهيري الغفير اللي كان في هذه المباراة ويتكلم عن تتويج اتحاد الجزائر باللقب يعني هذا اليوم تصرحات جميلة جدا نسمعها من حفيظ دراجي يلا نشوف شو حكا أخواتي فضلا وليس أمرا لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك وشكرا يا أحبتي هيا بنا نسمع هيا بنا أول لقب بالنسبة للنادي العاصمي وأول لقب من نوعه كذلك بالنسبة للكورة الجزائرية منذ تغيرت التسمية ومنذ تم تمج المنافستين كأس الكوز وكأس الكاف في مسابقة واحدة منذ 2004 عام صار 20 سنة الآن جزائر انتفوز بكأس الكون فيدرالية رغم أنه بالصيغة السابقة كانت فازت بثلاثة بطولات مع فريق شبيبة القبائل في 2000 و2001 و2002 ثلاثة تتويجات المدتالية رغم وصولها ثلاثة مرات في هذه المسابقة إلى مباراة نهائية بفضل يوفاقستير بفضل شبيبة بيجاية بفضل شبيبة القبائل الموسم الماضي عندما خسرت أمام الرجاة هذه المغرى الموعد كانت أمام نادي أفريكانس التنزاني الاتحاد فاز باللقب في لقاء الدهاب أو توج باللقب في لقاء الدهاب بأدفين مقابل أدف واحد بباريحة أموره لم تكن على أحسن ما يرم حتى أن عبد الحق بالشيخة قال بأنه لم يعرف ولم يتعرف على فريقه وكانت عليهم ضغوطات كبيرة أو كبيرة جداً عندما تفوز خارج القواعد بإثنين واحد أو بواحد سفر أكيد نفسياً تكون مرتاح شوية وتكون متفائل ولكن الضغوطات الجماهيرية الباليحة كانت كبيرة أو كبيرة جداً على لعبين أغربيتهم لم يشهدوا مثل هكذا حدثوا مثل هكذا نهائي ولكن رغم الخسارة واحد سفر حق قوهم بعد أن تسبت علي ركلة جزاة ببداية المباراة صعبت المهمة وبعد أن ضي ركلة جزاة كذلك في بداية الشوطة الثانية فحق من المأمورية أكثر فأكثر نحية الكرور في نحية ذلك الإصرار الفردي ونحية تدويجهم ومفوزهم في نحية المطب للأقب التحية الكبيرة هي موجهة لجماهير اتحاد العاصمة وجماهير الكورا التي كانت بشكل مواو رائع جداً منفت وفريد من نوعه في مدرجات الملعب بتشجعاتهم التي كانت كبيرة وكبيرة جداً في ظروف صعبة مربها الفرق هذه الجماهير التي تستوقفني لكي ألفت الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بها أكثر فأكثر علينا نبقى في الكورا نحن لازم نهتم بشبابنا وأولادنا في كل المجرات ولكن أنا نتحدث عن موضوع الكورا وموضوع هذه الإخفاقات المتكررة للكورا الجزائرية على مستوى الأندية وعلى مستوى الانتخابات والتي من رغم ذلك شفنا أحداد كبيرة جداً من الجماهير شفناهم في بطولة كأس إفريقيا قد من 17 شفناهم في بطولة الشام كانت أعدادهم كبيرة جداً شفوهم في مباريات الدوري كم هم شهوفين بالكورا وبأنديتهم وبمنتخباتهم المختلفة هؤلاء وأولئك الجماهير فعلاً يستحبون كل الاحترام الاحترام الذي نكنه لهم يجب أن يكون ملموساً فوق قردية الميدان بدءاً بتوفير فرق ومنتخبات في المستوى عن الإمكانية لذلك بدءاً كذلك بتوفير الإمكانية المريحة لهؤلاء الجماهير حتى لا يضطر لكي يدخل على الساعة العاشرة صباحاً وينتظر عشر ساعات لكي يشهد المبارات ظروف المريحة التي تسمح له بأن يجد الأكل والشرب وظروف الأمنية المنائمة لكي يعيش تلك المبارات لا يضطر إلى دخول ملاعب عشر ساعات من قبل بل يدخلها ساعة أو ساعتين من قبل تكفي نقول ساعة أو ساعتين أنا لا أقول أربعة ساعة مثل ما يحدث في أوروبا ولكن على الأقل ساعة أو ساعتين تكون كافية ولا تفقده ذلك التوازن وتفقده عصابه وترغيقه وتتعبه وتجعله أيضاً يفقد عصابه أبناء المبارات أو لا وأولئك استحقون من كل العناية وكل الاهتمام استحقون أن يكون لهم فريق محترم فريقهم لشجعه تخبات محترمة استحقون أن تكون لهم مدرجات وملاهب أيضاً محترمة نعم في الكثير من الملافق تم إعادة تهيئتها وتم إنشاؤها مؤخراً هي بدورها في حاجة إلى عناية واهتمام وصيانة حتى نوفرها كلها لأولئك الجماهر ما حدث يعطينا رسالة ويعطينا صورة وينذرنا لا يقول يحذرنا ينذرنا ويبعث لنا إشارة بأنه يجب أن نهتم بكل هذه الجماهر الوفية رائعة جميلة جداً التي تستحكمنا فعلاً كل الخير في الجماهر الاتحاد العاصمة وجماهر النواذي الجزائرية كلها هو المنتخبات الأمر يمر عبر إعادة النظر في منظومة الكروية تكوين مستوى الاتحاد على مستوى الرابطات على مستوى الأندية على مستوى التقطير على مستوى التنظير على مستوى التكوين على مستوى المتابعة للفئات السنية من خلال تقطيرهم بمؤثرين في مستوى الكورة والرياضة عموماً صارت مشروع مجتمع أو جزء من مشروع مجتمع يقتضي رجال موجودين في الزائر وموجودين خارج الزائر من ذوي الخبرة ومن الشباب الطالع من المتكونين من اللي عندهم رسيد فكري وأخلاقي وطربوي وعلمي ورياضي يساعد هؤلاء وأولئك على تحقيق مزيد من الألقاب مربوك في الاتحاد العاصمة مزيد من النجاحات لأنديتنا إن شاء الله تعود الكورة الجزائرية عيداً على مستوى المنتخبات ولكن ليس بالدعاء وليس بالكلام بل بالفعل من خلال دفطورة لماذا؟ على مستوى الكورة الجزائرية عندما تحدث عن طورة تحدث عن طروة طورة فكرية وإلمية وإخلاقية ورياضية وفنية وإدارية وما شابه ذلك لأنه فعلاً الكورة لم تعد مجرد لعبة وهؤلاء الجماهير أيضاً ليسوا لعبة نستغلهم بل نستثمر فيهم لكي نساهم في تنشئتهم ولماذا نساهم أيضاً في تربيتهم لأن هناك البصرة وهناك البيت الشارع وهناك المدرسة وهناك المسجد وهناك الجماعية التي يدني إليها هذا النشأ ولكن ملائب أيضاً والرياضة أيضاً تساهم في تنشئة الشباب على التعامل مع الفوز كما التعامل مع الخسارة بكل الاحترام وبكل الأدنى شكراً لكم